اشتركوا في القناة وزراء على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح أدايا القطاعات الإنتاجية والاستكشافية في المجال النفطي منوها بما تقوم به وزارة النفط المعادن من جهود ودعم الحكومة لخططها التطويرية بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني ووجه بإعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الانتاج ومعالجات التحديات القائمة شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على عدد من المواقع التابعة للميليشيا الحوثية الأرهبية في محافظات الصنعاء ومأرب الجوف وقالت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استدفت بغارتين مواقع للميليشيا في محيط مطار صنعاء الدولي وذكرت أن مقاتلات التحالف استدفت بعدة غارات مواقع تجمعات للميليشيا الحوثية في مدرية السرواح غرب مأرب كما استدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات اجتماعا لعناصر الميليشيا الحوثية في وادي سلبة بمدرية خبو الشعف بمحافظة الجوف وبحسب المصادر فقد أسفلت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بالإضافة إلى تدمير مدرعة وعدد من الأطقم العسكرية تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع مهمة في المدخل الشمالي الغربي لمركز مدرية باقة شمال غربي محافظة صعدة وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما نوعيا تمكنت من خلاله من تحرير مواقع مهمة من قبضة الميليشيا الحوثية الإرهابية منها تبت أبو علي كما أسفر الهجوم عم أصرعي وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثية الإرهابية وتدمير آليات قتالية تمكنت القوات المشاركة من إفشال محاولة تسلل ميليشيا الحوثية باتجاه مواقعها شرق مدينة الدراهمي جنوب الحددة وأفاد مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أبطال القوات المشاركة وعناصر حوثية حاولت تسلل مستخدمة مختلفة عنوى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لاختلاق خطوط التماس شرق مدينة الدراهمي وأضاف للمصدر أن عددا من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات فيما لذا من تبقى منهم بالفرار إلى أوكارهم وسط حالة من التقهقري والانهيار والانكسار هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد ارتكبت 44540 خرقا لوقف اطلاق النار بالحديدة خلال شهر يناير المنصرم أفادت مصادر محلية بأن شابين استشهد برصاص عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مدرية الصومعة بمحافظة البيضاء وضحت المصادر أن شابين علي محمد العبيدي من أبناء منطقة المسحر وجلال صالح أمشنيني من أبناء مدرية لو الدر في محافظة أبيل استشهد برصاص أحد عناصر ميليشيا الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمدرية الصومعة وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سلطرتها بشكل شبه يومي التي يروح ضحيتها المئات من الأبرياء بين قتيل وجريح ومختطف ونازح الخبر الأخير في هذا الموجزة رصدت القوات المشاركة تحليق خمس طائرات استطلاع هذية في سماء مناطق متفرقة من محافظة الحديدة وقالت مصادر عسكرية أن القوات المشاركة رصدت تحليق ثلاث طائرات في السماء مدرية التحيطة وطائرتين في السماء مدرية حيس بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة وتهمت المصادر ميليشيا الحوثي بمواصلة خلوقاتها وانتهاكاتها جنوب الحديدة ورفع ثلاثة تصعيد ضمن محاولتها إجهاض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة نهاية المجلسة أشكر لكم الطيبة المتابعة دمتم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر